كذلك المفتدع إذا رأيته ويتخبط في دياجير الضلال فإنك ترحمه وتترفق به وتحرص على هدايته إلى الحق والصلاب وأيضا تحمد الله على العافية وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وأيضا أن يصيبك الخوف والوجل أن يصبح حالك كحالهم أن تضل بعد الهداية أن تنحرف بعد أن كنت على الصراط المستقيم فإن الهداية ليست بحولك ولا بطولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك ولا بشهادتك ولا بشيء من ذلك إنما الهداية من الله سبحانه وتعالى فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى